ستة وعشرين بتمانية وعشرين بثلاثين بخمسة وثلاثين انت بتحرك السوق السوداء انت من حقيقة انا هقول انك انت حسن النية مش هسيء الظن بيك لكن بالتأكيد احنا محتاجين قدر من الانضباط في التعامل في الملف الاقتصادي نبعد عن المسائل دي والله لو فيه تصريح رسمي للبنك المركزي او فيه كذا عن حركة الدولار سعودا وهبوطا ناخده انما احنا نقعد نقول على فكرة الدولار بكرة حيزيد كذا كذا ما انت تجار السوق السوداء موجودين وبيلعبوا دور سيء للغاية الحقيقة الدولة بتحاول توفر الدولار بتحاول يعني تستحوز على العملة الصعبة وما فيش امامها دلوقتي غير انها تشجع الصادرات وتقدم حوافز كاملة للمصادرين عشان نزيد الصادرات وعلى الدولة انها تعتبر ان قضية التصدير ده قضية اساسية والكلام ده قاله الرئيس السيسي قال يا جماعة احنا عايزين نصدر بمئة مليار دولار على الاقل لما النهاردة يبقى عندك تصدير ده بيديك ثقة في عملتك لما يبقى عندك اموال بتيجي من برة وحنتكلم عن اموال بتيجي من برة اللي هي بالذات من المصريين في الخارج وايه اللي بيحصل وايه المشاكل اللي بتحصل ده برضو بيديني قدر من الثقة لما يبقى عندي ميزات نسبية معينة بتساعدني على انه يبقى عندي عملة صعبة ده بيدينا ايضا مزيد من السقة يمكن الفترة دي فيها حالة من الانفلات وعشان كيه بيقولوا محتاجين لرقابة على الاسواق وحسنا ان رئيس الوزراء طلع مجموعة قرارات ولو ان الوضع ده متأخر ولكن اللي مطلوب بالفعل لازم يبقى فيه رقابة على الاسعار بشكل كويس قوي لازم نتابع لازم ناخد اجراءات اجراءات قوية السيدة مستقبل بلد محدش يقدر يقول لي والله السوداء كذا وحوريت لا لا اتفاقات تجارة حرة ولا غير تهمني انا اوكي ملتزم في الايطار العام انما لازم اصعر لازم الزم التاجر بالتسعير انما الناس بتاخد الرزة وتروح شايلاء بتعمل مش عارف ايه وتاخد اجراءات معينة ويرفع هل يعقل هل يعقل ان سعر الحديد النهاردة يوصل لستة وعشرين الف جنيه هل يعقل هل يعقل ان اسمان تبقى اكتر من 1500 جنيه طب ازاي الناس هتشتغل قولوا لي هل يعقل ان الجبن بتوصل الى حدود 70 جنيه وغير 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 واسعار غالية البيض الحاجات الاساسية اللي الناس بتاكلها اللي الناس الغالبة بتاكلها رغيف العيش اه الدولة تشكر لكن رغيف العيش اه الدكرة حطه ببوءك وخلص احنا محتاجين بالفعل يبا فيه اجراءات قوية وحقيقية وفاعلة تضح حدا لمن يتلعبون باقوات الناس وتضرب اي حد يلعب بمصير الناس وتعزل اي مسؤول لا يستطيع انه يحل الازمة على كل حال هذه قضية مهمة حنتناقش فيها مع عدد من الخبراء والمختصين بعد الفاصل